موسيقى وقعت الحكومة الأردنية والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي مذكرة تفاهم تهدف إلى مأساسة التعاون بين الطرفين في مجال دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان ومسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي وبموجب هذه المذكرة التي وقعت بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني فإن الطرفين سيتعاونان في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتنفيذ برامج بناء القدرات ورفع الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان وتطوير وتفعيل آليات التواصل مع مختلف الشركاء المعنيين كما تهدف المذكرة إلى تعزيز النهج التشاركي والشمولي عند وضع السياسات وإعداد خطط العمل وتنفيذها بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في عملية صنع القرار وتشجيعهم على المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس مختلف جوانب حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية اليوم مذكرة التفاهم جاءت نتيجة تعاون واتصال وشراكة حقيقية حول قضايا حقوق الإنسان وما يتم إعداد له من برامج نوعية على المستوى الميداني وعلى المستوى الاتصالي أيضا في قادم الأيام هذه شراكتنا اليوم نتيجة جهود حكومية امتثلت لرغبات جلالة الملك في السعي الجاد نحو تطوير منظومة حقوق الإنسان من خلال إقامة علاقات تعاونية وتفاهمية واتصالية وتشاركية مع كافة المستويات وكافة المؤسسات المعنية مباشرة بالإصلاح وقضايا حقوق الإنسان وهذا يدل على أن الحكومة في الاتجاه الصحيح وفي الاتجاه الجاد نحو تطبيقات قواعد حقوق الإنسان على أرض الواقع عملا وفعلا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر